ملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارينة ملك مملكة البحرين المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها الكريمة افتتاح مؤتمر البرلمانيات الخليجيات الذي ينظمه مجلس الشورى والنواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وذلك تحت عنوان الاستراتيجية والخطط الوطنية للمرأة دور البرلمانيات حيث يشهد حفل الافتتاح تدشين صاحبة سمو لشبكة البرلمانيات الخليجيات والتي تهدف لتبادل المعلومات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانية والحكومية لتعزيز قضايا المرأة وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية والمشاركة السياسية اهتماما منها بالشأن البرلماني النسائي المحلي والشأن البرلماني النسائي العربي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة منت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها الكريمة افتتاح الملتقى الإقليمي الرابع للنساء البرلمانيات بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمرأة دور البرلمانيات حيث ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة هنأ فيها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة منت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية وما تحقق من مكاسب لها في يومها إن انعقاد هذا المؤتمر جاء ليتزامن مع احتفالات عاشتها مملكة البحرين يوم الأربعاء الماضي الموافق الأول من ديسمبر وللسنة الثانية على التوالي بيوم المرأة البحرينية والذي يعد فرصة طيبة نستذكر فيها إنجازات المرأة البحرينية وما تحقق لها من مكاسب وطنية تبعثه على الفخر والاعتزاز وقد اتفقت معه في الرأي رئيسة المؤتمر السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى البحريني التي أكدت على أهمية دور المرأة في تشريع القوانين وحفظ التوازن في المجتمع بشكل عام يشرفني باسمي وباسم إخواني وأخواتي عضوات مجلسي الشورى والنواب أن أراحب بكم في بلدكم البحرين ومثمنين لكم هذا العطاء لدعم مسيرة المرأة الخليجية فخورين بما حققناه من إنجازات في كافة المجالات ونحن نجتمع اليوم والحمد لله للمرة الرابعة وبتعاون وشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي الذي يسعى لتوفير كافة الإمكانيات للدفع وتعزيز دور المرأة في السلطة التشريعية ورفع القدرات والمهارات لها هذا وقد أكد السيد أندري جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي الأمين العام للاتحاد الأوروبي من خلال كلمة عبر فيها عن مدى الاعتزاز والفخر بالمرأة الخليجية التي استطاعت بفضل مجهودها وكفاءتها مواصلة تنظيم هذا الملتقى للسنة الرابعة على التوالي أتوجه بالشكر إلى صاحبة السمو الملكي قارنة ملك البلاد والشكر إلى النساء البحرينيات عام وأخص عضوات مجلس الشورى والنواب التي تكرمنا بدعوتنا لنتواصل معا من خلال هذا الملتقى سعيا إلى إنجاحه فيما جاءت الآراء مترابطة حول دور المرأة في جل المجالات الحياة بدءا بالأسرة والمنزل والمجتمع والبيئة مرورا بقضايا المجتمع والتشريعات والإعلام لا شك أن وجود المرأة في البرلمان وتعود الناس على رؤية المرأة في البرلمان ورؤيتهم وهي تطرح المواضيع المختلفة أمر جيد لكننا لا نستطيع أن نقول بأننا حققنا الهدف النهائع والمرجو من هذا الأمر لازلنا في بداية الطريق ومحتاجين إلى الكثير من العمل في مجال التمكين السياسي للمرأة وفي تمكين وصولها إلى قبة البرلمان الحقيقة ما نرى من جهود بتتم في مملكة البحرين بتوضح الدور الريادي والدعم الكامل من جلالة الملك والسيدة الفاضلة لرعية المؤتمر للمرأة البحرينية وده لاحظنا في أداء إيجابي ومشاركة ومساهمة فعالة من المرأة البحرينية في جميع المؤتمرات والندوات السياسية والمداخلات التي تقوم بها أنا بشوف كمان أن عضوات مجلس الشورى لهم دور مهم في سياغة الاسترار لدينا علاقة قوية ما بين مجلس الشورى وبين المجلس الأعلى للمرأة اللي بترأسه صاحبة سمو الملكي سمو الشيخة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة فعنجد ليه أهمية هذا؟ إنما نجد أي خطة الخطة لابد أن ما تكونش نتيجة فكرة نخبوي لمجموعة من النساء وإنما لابد أنها بتكون بتعكس قاعدة عريضة من النساء إن لو كانت بتعكس فكرة نخبوي هينتهي الأمر أن الفئات كبيرة من السيدات أو المرأة في المجتمع هتكون مجرد متلقية للخدمة وبالتالي بتبتعد عن موضوع التمكين على البرلمانيات من شكل عام أن يسعوا إلى الإعلام وأن يخفهموا ضرورة وأهمية وقوة الإعلام لإيصال رسالتهم فلا يمكن أن يكون سواء برلماني أو برلمانية أن يجلسوا في مكانهم ينتظروا أن الإعلام يأتي ليستقطبهم بينما هم من يجب أن يستقطبوا الإعلام لإيصال رسالتهم إن كان هناك رسالة هذه النقطة الأخرى نرجع إلى موضوع إن كان هناك رسالة دائماً من يملك رسالة أو قضية يستطيع أن يوصل صوته ويسمع الآخرين صوته فأنا أتمنى أن يكون لكل برلماني أو برلمانية قضية حقيقية ورسالة حقيقية يريد أن يوصلها هذا وقد تم عرض فيلم خاص بشبكة البرلمانيات الخليجيات التي تعمل على ربط نساء الخليجيات في الأجهزة التشريعية في المنطقة بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومواجهة الصعوبات حيث استعرضت الدكتورة عائشة المبارك عضو مجلس الشورى أهداف شبكة البرلمانيات الخليجيات في تعزيز مشاركة المرأة الخليجية والتعريف بالإنجازات السياسية والبرلمانية وإبراز قصص نجاح للمرأة الخليجية في مجال العمل السياسي وفي ختم حفل الافتتاح تفضلت صاحبة السموء الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتشين شبكة البرلمانيات الخليجيات والتي تهدف لتبادل المعلومات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانية والحكومية لتعزيز قضايا المرأة وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية والمشاركة السياسية كما وقمت سموها بالمشاركة في فعاليات الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر جلسات حوارية مطولة كانت المرأة العربية محورها الأساسي حيث قامت النساء العربيات البرلمانيات بشرح أوضاع المرأة العربية في الأقطار العربية المختلفة وفي دول مجلس التعاون العربي سمر الأبيوكي تلفزيون البحرين وعلى همش الملتقى اجتمعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قارنة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع الأستاذ نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي وسعادة السيد أندري جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والدكتورة ودود بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية حيث أشهدت صاحبة السمو الملكي بجهود كل من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي في دعم وتمكين المرأة سياسيا من خلال توفير البرامج التدريبية والأنشطة الداعمة لجهود المرأة مؤكدة في الوقت ذاته على همية دور منظمة المرأة العربية في مساندة المرأة وتدريبها كما أكدت صاحبة السمو الملكي على همية عقاد مثل هذا الملتقى على أرض مملكة البحرين لما يناقشه من مواضيع جوهرية تجمع بين أهمية الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة للمرأة كأداة حاسمة تؤدي إلى إدماج احتياجاتها في مسار التنمية الوطنية الشاملة وبين دور البرلمانيات في المساهمة في إعداد الاستراتيجيات والخطط وبيان حجم الفائدة المرجوة من ذلك الإسهم وخصوصا دورهن في دعم تنفيذها كما أشارت سموها بهذا الصدد بنطج التجربة التشريعية للمرأة البحرينية التي تحرص على تطويرها من خلال هذه الأعمال والمشاركات العلمية والفكرية التي تنهض بأدائها كعضو في المجلس التشريعي موضحة سموها بأن العالم يمر اليوم بالعديد من المتغيرات السياسية التي لا بد من مواكبتها ومشاركة المرأة فيها بصورة أساسية ومحاربة أي معوقات تحول دون المشاركة السياسية للمرأة معربة عن تمنياتها بأن تشهد أعمال الملتقى كل التوفيق وأن يكون مناسبة طيبة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب في هذا المجال الحيوي رفع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ترجمة نانسي قنقر